مشاهدين أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من لندل الكاتب والباحث في العلوم الاجتماعية صادق الطائي أستاذ صادق الطائي مساء الخير أهلا بك معنا في هذه الجملة الإخبارية هذا ليس الاعتداء الأخير للأسف وليس الأول من نوعه أيضا وهو نموذج من اعتداءات متكررة على أطباء على محامين حتى على رجال الأمن رجال المرور أين الخلل من وجهة نظرك؟ لماذا استفحلت هذه الظاهرة وهذه الجرأة على الاعتداء على مثل هذه الكوادر الحساسة في البلاد نعم مساء الخير سيد حيدار وأهلا مرحبا بكم شكرا للاستضافة الحقيقة مسألة الاعتداء على الموظف العام استفحلت بشكل كبير جدا بعد 2003 نتيجة ضعف الدولة عندما تضعف الدولة تستقوي الكيانات الاجتماعية الموجودة مثل الأحزاب الميليشيات العشائر الطوائف وما إلى ذلك من بناء اجتماعية موجودة فبالنتيجة يصبح الموظف الخدمة العامة يصبح في وضع هش وغير محمي إذا لم يكن محميا أو يتوفر له نوع من الوقاية من البنى التقليدية التي عشرنا إلىها يعني أن يلجأ إلى عشرة هو أيضا أو يلجأ إلى ميليشيا أو ما إلى ذلك هذه المشكلة ازدادت بشكل كبير نتيجة وجود الكثير من الهيئات الاجتماعية أو البنى الاجتماعية والأفراد الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأن القوانين بسبب عدم الصرامة في تطبيق القانون أصبح هؤلاء الأشخاص يتحركون بحرية ويعتدون على الموظف العام ولكن أستاذ صادق في وزارة الصحة لو صلحت لي ماذا عن الرادع الاجتماعي الرادع الديني نتحدث عن محافظات فيها نمط ونسق اجتماعي وعشائري وهناك آليات وقوالب اعتدنا عليها نحن العراقيون لطبيعة العشيرة وكيف تتعامل وكيف تضبط أمور أفراد هذه العشيرة بالإضافة طبعا إلى العامل الديني أيضا الموجود في هذه المناطق لماذا لا تؤثر مثل هذه العوامل على هذه الأفعال التي يقوم بها البعض الحقيقة التي ذكرتها هي بالأساس جزء من المشكلة أو هي لب المشكلة يعني القبيلة لم تعد هي البناء الاجتماعي القديم الذي يتصب بالتماسك وحماية أفرادها والتكافل وما إلى ذلك هذه المسألة تغيرت وأصبحت وضع القبائل الآن ممكن أن نطلق عليها تسمية قبائل ما بعد الحداثة التي هي اقتربت من الاعتداءات واقتربت من عمليات الابتزاز حتى هناك رؤساء قبائل أو رؤساء عشائر وهميين يمارسون عمليات ناصب واحتيال وسارقة وما إلى ذلك فالقبيلة الاجتماعية هي بنية ما قبل حداثها الآن نحن نعيش في زمن يجب أن تكون سلطات الدولة القانونية هي الضابط والبنى الأخرى يعني البنية القبلية البنية الطائفية البنية الدينية هي بنى ساندة لعملية التكافل الاجتماعي أو الردع الاجتماعي لكن الأساس هو الردع القانوني هؤلاء الأفراد أو أي شخص يعتدي على موظف خدمة عام سواء في الوزارة الصحة في وزارة تعليم مدرسين أو شرط مرور أو ما إلى ذلك اللي يعتدي عليه القانون أصلا موجود حتى ما يحتاج تشريعات جديدة لأنه قانون 111 لسنة 1969 كل من يعتدي على موظف عام إذا خدمت يزجن الحد الهدنى بثلاث سنوات وممكن أن تصل عقوبة جد إذا تسبب بأضرار خطيرة ولكننا أيضا نعرف نحن نعرف أيضا بأن مثلا أفراد القوات الأمنية أيضا هم ينتمون إلى قبائل وبالتالي الدولة بمختلف المرحلة التي مرت بها لم تستطع مواجهة العشار لم تستطع فرض سلطتها بشكل كامل على العشار ليس الأمر ما بعد 2003 فقط وإنما حتى ما قبل ذلك كانت العشيرة لها طبيعة معينة وبالتالي كيف يتسنى للدولة أن تفرض هيبتها على مثل هذا الأداء صحيح هذه المسألة هي عبارة عن معادلة معادلة واضحة الأطراف كلما تضعف سلطة الدولة وهيبتها وقدرتها على فرض القانون كلما تتقوى البنى ما قبل الحداثية التي ذكرناها يعني العشائر الطوائف الميليشيات الأحزاب وحتى العصابات الجريمة المنظمة ستقوى كلما ضعفت الدولة الدولة إذا لم تستطع أن تفرض القانون بالقوة والكل يكونون سواسي أمام القانون يعني مو حمايات مسؤول يعتدون على شرط مرور لأنه هذا مسؤول أو سين من الفانشستات لأنه قريبة من مسؤول أو وزير أو أضو برلمان تنزل تهين موظف عام كأن يكون شرطي أو طبيب أو مدرس هذه المسألة إذا لم تحسمها الدولة بقوة وبصرامة هذه الحلول الأخرى كلها حلول هامشية الاعتماد على أداء القبيلة الاعتماد على أداء الطائفة أو الشيخ الديني الفلاني هذه مسألة مكملة الأساس هو القانون والقانون يعني سلطة الدولة وهذا القانون وسلطة الدولة يعني كما تابعنا في الخبر بأنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يتحدث عن هذه الحادثة يقول القوات الأمنية مستمرة بحماية الأطباء والملاكات العامة والخاصة ولن تسمح بأي اعتداء يعني هل ما شاهدته بذهاب قوة أمنية لقاء الطبيب المعتدى عليه والقاء القبض على الذين قاموا بهذا الاعتداء هل هو نوع من يعني الاستعراض يعني هل تستطيع الدولة أن تضع حارسا على كل موظف عام بحيث أنه تحميه من مثل هذه الإجراءات لا أبدا يعني ليس مهمة الدولة أن تضع حارس أو شرقي مع كل طبيب أو مع كل مدرس أو مع كل موظف خدمة عام هذه مسألة استحالة أنه تنفذ لكن عندما يكون القرار صارم عندما تكون العقوبة حقيقية وصارمة يعني هؤلاء الذين تم القاء القبض عليهم نتيجة تهديد الطبيب إذا ما يتطبق عليهم القانون ويدخلون السجن بسبب هذه التهديدات يعني إذا سهلت الهيئات التحقيقية تم تسوي في المسألة تم المماطلة خرجوا بطرق الفساد المستشري في الدولة إذا تم تطبيق القانون مرة ومرتين وثلاثة بشكل حقيقي وبشكل صارم الآخرين سيتعظون ستقف هذه المسألة عند حدودها ليس مهمة وزار الداخلية أن تعين الشرطة مع كل طبيب يعني لا تطلع هذه مسألة مستحيلة لكن عندما يعرف القاس والدار عندما يعرف المواطن العراقي أنه هذا موظف عام يؤدي خدمة فيجب أن يحترم هذا الموظف ويجب أن تؤدى للخدمة وبنفس الوقت الموظف في الخدمة العام يجب أن يحترم المواطن هذه المسألة الكل عندها حرياتها وحرياتها تقف عند حريات الآخرين والكل يعيشون تحت مضلة قوانين فيها حقوق وواجبات إذا طبقت الدولة هذه المسألة سنصبح دولة مواطنة مثل ما كل دول العالم موجودة هذه المسألة شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من لندن الكاتب والبحث العلوم الاجتماعية صادق الطائي